أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوان في تصرح صحفي له عزم بلاده نشر قوات من الجيش التركي في منطقة إدلب شمال سوريا في إطار ما يسمى باتفاق تخفيف التصعيد الذي تتوسطه روسيا تركيا ستنشر قواتها في منطقة إدلب شمال سوريا في إطار ما يسمى باتفاق تخفيف التصعيد الذي تتوسطه روسيا الشهر الماضي إن مناطق التصعيد التي وافقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستناقش في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع المقبل